لا رب سوى الله المولى لا مثل له فينا نشهد لا يسكن في جهة حاشا لا صورة للوالي أو حق أحد ما للمولى شركا صمد قيوم لم يولد جعل الإسلام لنا نورا فهو الدين الحق الأوهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أحبابي وإخواني لا تنسوا إخلاص النوايا لله عز وجل الله يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل والنية آمين واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نقرأ السؤال الثامن والأربعين والتاسع والأربعين نرجو الله تعالى التيسير بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يقول ما الدليل على أن الإيمان شرط لقبول الأعمال الصالحة قال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا الحديث أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله رواه البخاري السؤال التاسع والأربعون ما معنى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه الجواب قال الإمام البخاري رحمه الله في قوله تعالى إلا وجهه أي إلا ملكه وقال الإمام سفيان الثوري إلا وجهه أي إلا ما أريد به وجه الله أي الأعمال الصالحة بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله لا تقبل الأعمال الصالحة إلا من مؤمن أي عمل صالح عمل خير ما بيكون للشخص إلا ثواب عليه إلا أن يكون على الإسلام حين عمله لأن الإسلام هو الشرط الأساس لقبول الأعمال الصالحة كان في رجل يقال له عبد الله ابن جدعان هذا كان من قبيلة سيدنا أبي بكر وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت وسألت النبي عليه الصلاة والسلام عنه شو أصط هذا الرجل؟ هذا الرجل تبرأ منه أبوه أمام الناس قال له أبوه أنت لست ابني تبرأ منه أمام الناس فراحد بدو ينتحر راح على الصحراء شاف كهف قال لعلي أجد ما يقتلني دخل إلى الكهف فوجد فيها الذهب ووجد كذلك الفضة ووجد صعبانا عيناه مضيئتان دخل فشافد الصعبان فإذا به من ذهب وعيناه جوهرتان فكان بدو ينتحر تعلق قلبه بالدنيا شاف الدهب والفضة أخذ منه اللي قدر أخذه وسكر باب الغار الكهف ورجع لعند قومه وصار يعطي هيدا ويعطي هيدا ويحسن لهيدا ويعمل أعمال خير كتير واشتهر بإكرام الضيوف والناس وعابري السبيل فسألت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن ابن عمي يعني من قبيلة أبيها مش ابن عم اللزم قالت إن ابن عمي عبد الله بن جدعان كان يقري الضيفة يعني يكرم الضيف ويفعل ويفعل هل له شيء فقال لها لا شيء له إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين هذا إنسان كان يعني ما بيأمن بالآخرة فما له ثواب فحتى الواحد يأخذ الثواب بد يكون على الإيمان قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنسى إن كان ذكرا أو أنسى يمتنئل ثواب وهو مؤمن هذا الشرط فإذا كان مؤمن عمل من الصالحات الذكر والأنسى منهم فأولئك يدخلون الجنة شكما الله تعالى قال ولا يظلمون نقيرا النقير هي بزرة التمر يا أحباب بيكون برأسها في ثقب خفيف مثل نقرة الدبوس هذا يقال له النقير قد يش هو خفيف يعني لا يضيع عند الله تعالى شيء فالواحد مننا إذا كان على الإسلام وعمل الخير له ثواب الله يصبتني وإياكم على الإيمان أما اللي هو على الكفر جاء في الحديث يطعم بحسناته في الدنيا شو يعني يعني هيدا الكافر لما يعمل خير بالدنيا الله بيأويله صحته مثلا هالكافر بيعطيه مال أولاد لكن قال عليه الصلاة والسلام إن الكافر يطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب هذا رواه مسلم في صحيحه يعني هذا الإنسان بيجي بالآخرة ما قاله حسنات وهذا في صحيح مسلم وهنا يا أحباب بيقول العلماء لذلك ما بالصح الواحد يصلي على إنسان مات على الكفر ولا بالصح أنه نصلي وراء إنسان كان على الكفر فمن وصلت بدعته إلى الكفر لا يصلى خلفه ولا يصلى عليه أما اللي هني من أهل البدع وما وصلت بدعتهم إلى الكفر هذا إن صليت خلفه صحت لكن قال العلماء مكروه الفاسق يا أحباب الصلاة خلفه ما فيها ثواب أما الكافر ما بالصح وما فيها ثواب لذلك اللي بيعتقد التجسيم أو بيعتقد أن الله تعالى ما قدر الخير أو الشر أو أن الإنسان يخلق أفعاله أو غيرها من الضلالات المخرجة من الدين لا تصح الصلاة خلفه ولا تصح الصلاة عليه أما المسلم الفاسق والتقي بتصح الصلاة خلفه فإذن يا أحباب لما سئل الثوري عن رجل يكذب بالقدر آلول من صلي خلفه قال لا تقدموه الله أكبر ليه لأنه هذا إنسان والعياذ بالله تبارك وتعالى ما بتصح صلاته وذكر الزبيدي رحمه الله أن الطوائف الذين لا تجوز الصلاة خلفهم الذين يكفرون ببدعتهم مثل مين كالجهمية هيدولي بيقولوا الله في كل مكان يعني حال في الهواء هكذا والقدرية هيدولي بيكذبوا بالقدر وحكينا عنهم قال وكذلك أيضا الذي يقول بخلق القرآن يعني اللي بيقول أنه الله تعالى كلامه حادث أو ليس له صفة الكلام والمشبهة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه فلا نصلي عليهم ولا نصلي خلفهم فانتبهوا يا أحباب ما وجد في بعض الكتب أنه من صلي خلف كل أهل الأهواء لا ما هكي إنما الإنسان اللي وصلت بدعته للكفر ما هو بالأصل ما رضي صح صلاته أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله حتى يصح العمل الصالح لا بد أن يكون الشخص على الإسلام وإذا مات الشخص على غير الإيمان لو سبقه إسلام خلاص راح حسناته كلها قال عليه الصلاة والسلام إن الله ليغفر للعبد ما لم يقع الحجاب قيل وما وقوع الحجاب يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام أن تموت النفس وهي مشركة مثل ما صار مع فرعون هو عم يغرأ قال آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل اللهم قبل توبته ليش يا أحباب وصل لحالي يأس فيها من الحياة ومثلها حين تشرق الشمس من مغربها كل يوم هلا بتشرق من الشرق وبتغيب الشمس في المغرب إلا ذاك اليوم بتغرب بترجع بتطلع من نفس المكان يقفل باب التوبة وين هدى باب التوبة في السماء مسيرت سبعين سنة كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقفل فلا الكافر بعد ذلك تصح توبته ولا العاصي تصح توبته خلص أقفل باب التوبة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحس الناس على التوبة ويقول من كان لأخيه عليه مظلمة فليتحلله من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم هلا أنت معك بالدنيا دنانير ودراهم وفيك ترجع وفيك تعمل إلى آخره أما يوم القيامة في حسناته سيئات لأنه اللي بيموتوا عليه حقوق للناس وما ردها وما استسمح هيدا بالآخرة بيتاخذ من حسناته وتعطى للمظلومين فإن لم يبقى له حسنات أخذ من سيئات المظلومين ووضعت عليه فإياك تكون الإنسان المفلس هذا هو المفلس اللي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ما معنى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه قال البخاري رضي الله عنه في صحيحه كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه نحن يا أحباب بنقول الله مالك الملك ومالك الملاك ومالك الملوك مالك الملك مالك الملاك مالك الملوك هذه الأسماء الستة بمعنى واحد وهذه لا تقال لغير الله تعالى ما منؤول عن غير الله مالك الملك لأنها لأن الله هو المالك الحقيقي أما نحن ملكنا مجازية أحبابنا نحن ملكنا الله أموراً الله من لك ملوكاً كفاراً ومن لك ملوكاً مؤمنين وانهنها الله أين هم الآن ملكهم مجازي يزول أما الله لو زالت المملوكات فصفته أنه مالك الملك سلطانه لا يزول هيك فسرها البخاري رحمه الله تعالى في تفسير تاني لإلها نعم شو هو قال العلماء كسفيان الثوري والبخاري رحمه الله وهدو اثنانات من السلف الصالح وهدو بدل أن السلف الصالح كانوا يقولوا التأويل التفصيلي ما مثل ما بيقولوا هيدول المجسمة أن السلف ما بيقولوا لا السلف يؤولون التأويل الإجمالية وبسموا التفويض غلب عليهم ذلك لكن في منهم من أول تأويلا تفصيليا هيد البخاري من السلف قال كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه وكذلك قال كل شيء هالك إلا وجهه إلا ما أريد به وجه الله لما أنت تعمل خير إذا نويت لله طلب السواب إليك سواب ومثله قال سفيان الثوري وهيدا كمان كان من السلف رحمه الله ومن السلف عبد الله بن عباس شوف السر فسر قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض قال الله الهادي وهو من السلف الإمام أحمد بن حنبل من السلف الصالح قال عن الآية وجاء ربك والملك صفا صفا قال جاءت قدرته آثار قدرته طب هذا تأويل وتأويل شو تفصيلي وأحمد من وين كان من أمتين من أي زمن بعصر السلف مجاهد بن جبر تلميذ بن عباس فسر قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله قال فتلك قبلة الله وهكذا كثيرون من السلف كانوا على التأويل التفصيلي هيدا صح وهيدا صح الإجمالي والتفصيلي بجوز لكن ما من ننكر على أهل السنة اللي أولوا التأويل التفصيلي الخلف احتاجوا أنه يأولوا التأويل التفصيلي لأنه كترة البدع والآراء الفاسدة وخافوا على العوام أنه تفسد عقيدتهم فصاروا يأولوا التأويل اللي الناس بيفهموه فهيدي الآية ما بيجوز تفسيرها أنه الله تعالى إلو هذا الجسم هذا المركب على البدن الله تعالى ليس كمثله شيء طيب كلمة وجه هل إلى عدة معاني بلغة العرب؟ نعم يعني أنا بقول بدي أعمل هيدا لوجه الله شو يعني؟ بدي أعمل هالشيء حتى يأخذ السواب من الله كمان ورد في الحديث المرأة عورة يعني أغلب بدنها عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان ليفتن بها وأقرب ما تكون المرأة من وجه ربها إذا كانت في قعر بيتها هذا الحديث معناه يا أحباب أنه المرأة مطلوب المبالغة بالستر فلما تكون في قعر البيت يعني آخر البيت أحسن له هذا لأنه أعفل إلى من العفة مش أنه نحن ما نقفل عليها وما تظهر حرام لا لكن إذا أرادت أن تخرج الشيطان بيهتم فيها حتى يفتن الناس بها شو يعني؟ يعني حتى ينغروا أو حتى يغر على إلها فانتبهي يا أختنا الله يبارك فيك أنت من حرام عليك تظهري من البيت لكن إذا خرجت يخرجي بلا زينة ولا ثياب ضيقة الأحسن الواسع الفطفاض هذا خير لك قال عليه الصلاة والسلام لا تمنع إماء الله مساجد الله فيك تروحي على الجامع حتى لكن إذا خرجت المرأة تخرج تفلة شو يعني؟ بلا زينة وبلا طيب هذا أحسن هذا خير لها فلا يجوز وصف الله تعالى بالوجه الجارحة ولا باليد الجارحة ولا بالعين الجارحة كلمة اليد إلى 17 معنى في لغة العرب فلما تضاف إلى الله يكون لها معنى يليق بالله حتى نحن بالعامية اللبنانية منقول فلان تخانق مع فلان اختلفا لو ما تدخل فلان وحط إيده من حلت شاني حط إيده؟ هل معناه مد يده هكذا؟ لا إنما معناه تدخل بيروح بدي يطلب العروس بيقول له جايين نطلب إيد بنتك لفلان هل معناه بس بدون الإيد هاي دي ولا كلها؟ بدون إياها كلها فهيك حتى العرب كلمة اليد لها عدة معاني والعين العين لها عدة معاني العين تيجي بمعنى هذه الجارحة تيجي عين الماء تيجي العين حرف العين تيجي العين الجاسوس عين الشيء يعني ذاته فالعين إذا أضيفت إلى الله لها معنى يليق بالله تبارك وتعالى فنصيحته لله عز وجل لما تمرأ معكم آيات متشابهات أو أحاديث متشابهات إذا كنت سامع معناها من العلماء الموافق لقول الله ليس كمثله شيء فيا أهلا ومرحبا بتقول ما قاله العلماء وإلا كما قال الشافعية أحباب ما تنسوها آمنت بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ثبتنا على دينك الإسلام دين الأنبياء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا